بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي في الجزء التالت من الشرطة الرقم 7 وده هنشرح فيه بالتفصيل يعني ايه الradial method او الradial measurements احنا اتفقنا ان الزاوية بالتقدير الدائري او بالradial هي طول القوس اللي قدام الزاوية دا على اساس ان انا باخد R دا بيسوي واحد طيب نيجي بعد كده ناخد والله دا لو انا قسمت الدايرة الى 6 اقسام متساوية اولا لو قسمتها الى قسمين متساويين هيقبع الجزء اللي تحت دا اسمه باي او قيمته تساوي باي والجزء اللي فوق دا اسمه باي او قيمته باي لان محيط الدايرة هو 2 باي R فلو عوضت عن الارض بيليونت اللي هي واحد يبقى محيط الدايرة هو 2 باي لو قسمته على 2 يبقى الجزء اللي تحت دا باي والجزء اللي فوق دا باي طيب لو جيت للجزء اللي فوق دوت وقسمته الى 3 اقسام متساوية يبقى الجزء اللي وقت اي جزء فيهم هو باي على 3 طيب لو قسمت اللي فوق الى 4 اقسام يبقى كل قسم من دول باي على 4 طيب قسمته الستة يبقى باي على 6 طيب قسمته الاثنين يبقى باي على 2 ما قسمتوش سبتو على بعضه يبقى اسمه باي طيب خدت الزاوية كلها اللي حوالين النقطة يبقى اسمها 2 باي نيجي بعد كده نقول والله انا هقسم الدايرة الى 4 تربع دا الربع الاولاني دا الربع التاني دا الربع التالت دا الربع الرابع الربع الاولاني قيمة الزاوية فيه هتتراوح من 0 الى سيتا وسيتا دي لازم تقل عن باي على 2 لان لو باي على 2 هتيجي على الخط ده بالزبط اصغر من او تساوي باي على 2 والزيرو اصغر من او يساوي سيتا طيب لو هي في الربع التاني هتتراوح من باي على 2 الى باي في التالت من باي الى 3 باي على 2 في الربع الرابع 3 باي على 2 الى 2 باي يبقى دا تقسيم الزاوية اللي هي في الربع الاول او التاني او التالت او الرابع ولكن انا شغال بالنظام الريدي باي على 2 زائد 2N في باي حاجة سعيد دي عدد مرات الدوران ولا لها اي لازمة طالما اضغط طيب positive angle 3 على 4 باي subtract 2 باي تبقى اوبتين دا كنت طيب انا عندي دلوقتي 3 باي على 4 ناقص 2 باي اقول والله يا هواحد المقامات الاول هتبقى 3 باي على 4 ناقص 2 باي ديات اللي هي 4 باي على 4 كم؟ هتبقى 8 باي على 4 عشان تدي 2 كويس دا معناها ان هيديني هنا 5 مش كده؟ يتبقى ناقص 5 باي على 4 لان انا واحدت المقامات عشان ينفع اطرح طيب ناقص 2 باي على 3 هضيفهم على 2 باي ناقص 2 باي على 3 زائد 2 باي زائد 2 باي دي عشان اخليها برضو على 3 يمكنني هضرب فوق تحت في كام؟ هضرب فوق تحت في 3 تبقى 6 باي على 3 6 باي ناقص 2 تبقى اني 4 باي على 3 يبقى الناتج اللي هيوصله في الاخر هو 4 باي على 3 نفس الحكاية هنا لو تخيلنا ان الزاوية دي قايمة الزاوية القايمة معناها احنا اتفقنا انها مص باي او باي على 2 ناقص 3 باي على 4 باي على 3 باي على 4 باي على 3 باي على 3